وتعالوا نبتدي بقى نجاوب على أسئلتنا اللي وصلتنا على صفحة برنامجنا بالنمج ولا تعسره اللي أول سؤال كان وصلنا فيها بيقول إيه؟ عندي سؤال مهم هل استمرار الحياة الزوجية بالرغم عدم الارتياح لمجرد الحفاظ على الأسرة والأطفال ثواب وصبر توجر عليه؟ ولا ربنا ادانا رخصة وهي الطلاق نقدر بيها نعيش أسعد أو نبدأ حياة جديدة هو الخيار الأفضل السؤال ده سؤال وجيه ومهم وحقيقي وكتير بنتسئل وكتير بقى خلاص عندنا في الثقافة بتاعتنا إن أنا حد يجيلي في الإرشاد الزواجي ويقول لي والله أنا عايش ما اتطلقتش أو عايش مع زوجي أو عايش مع زوجي عايش مع زوجتي أو عايش مع زوجي بس عشان الأولاد ناس كتيرة بيجوا يقولوا الكلام ده كلام ده على قد ما هو ينفع يبقى مقصد صحيح لكن هو مش كافي للحفاظ على الأسرة ليه بقى أقول لكم أسرار شوية أسرار عندنا الأسرة لا تبنى إلا على زوجين يعني اللي انتوا بتعملوا ده آه ربنا لو كنتوا صحيح مستحمدين والزوج أو الزوجة اللي انتوا بتشتكوا منهم دولا بيسيقوا إليكم وانتوا بتصبروا آه طبعا لكم سواب الصابرين وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يبقى تاخد سواب الصبر وذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا راضية منها الآخر فيه بقى مسألة الرضا إن واحد مستقر نفسه متزن مهما تغيرت عليه الأحوال أساءت إلي زوجته أو أساء إليها زوجة هي مستقرة النفس ده صاحب الرضا بقى بس أنا بيهمني حاجة تانية بقى السؤال ده وتعلى قد يعني على قد دقته وإن كونه مهم آية ستي آية ستي لو أنت فضلت عشان الأولاد ولو فضلت عشان استقرار الأسرة ده معنى وقيمة راقية بس ما أظنش إن ده بيستمر إيه ليه كده بس آه ما أظنش إن ده بيستمر أنا أعرف ناس آه أنتوا هتردوا علينا تقولوا ده أنا متجوزة وبقالي عشرين سنة صبر عشان الأولاد لا 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 لو الست هي اللي صبرها فهي صبرها على أمل إن جوزها في يوم الأيام يرجع لعقله ورشده ويرجع لصوابه ويرجع تاني يحن عليها ويرجع لها ويحس بإن هو محتاج إن هو يحتويها ويحس إن هو يحتاج إن هو يحسسها بالأمان آه هو دي تحقيقة هي صحية كل ما ده كل ما بيمر الأوقات وهي ما بيحصل لهاش الإحساس بالأمان وما بيحصل لهاش جبر الخاطر وما بيحصل لهاش التطييب الخاطر كل ما صحيح بتتوجع آه بس بيفضل عندها بصيص من الأمل وتفضل عايش عليه لغاية ما الكوب يمتلق فتبتدي ساعتها تقول لا والله أنا ما بقيتش قادرة أنا عايزة أنفصل فهل ده صحيح أو صحيح؟ طب أنت بتقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا شايف أنه فيه حاجة أفضل منه وفيه حاجة أحسن منه وفيه حاجة كمان تدخلنا الجنة من أوسع الأبواب وتخلينا من أهل الرضا هو إيه؟ إصلاح ذات البين يعني إذا كان إحنا قاعدين مجوزين مع بعض لأن اكتشفنا حاجة غريبة قوي أن العلاقة ما بين الزوجين هي التي تعطي الأسرة رونقها وجمالها فالعلاقة ما بين الزوجين كل ما ما تحتز ولا تفسد ولا يحصل فيها مشكلة ده بيترسب في نفوس الأولاد وبيحصل إنه هو بيسبق الأسرة كلها يسبق الأسرة كلها بالنكد يسبق الأسرة كلها بالضيق يغز بالأسرة كلها بالحق بالعنف ويسبق الأسرة كلها بالعصبية كل ده فلذلك أنا ما بيحبش إن أنا أسلم لحد إن هو يجي ويقول لي إيه؟ إحنا هنعيش مع بعض بس عشان الأولاد بقول له ماشي بس تعالى نفكر إزاي نعيش مع بعض عشانها عشان زوجي وعشان زوجتي لإن الأسرة بتبني على الزوج والزوجة أساساً يعني المقصد الأساسي في الزوج في الأسرة هو الزوج والزوجة أولاً إيه ده يعني ما بيبقاش بعد ما يجيبوا الأولاد يبقى المقصد الأساسي لأولاد غالط هذا فساد عريض المقصد الأساسي في الأسرة هو الزوج والزوجة ثم يأتي مقصد الأولاد فلذلك لما بنتحول بعد كده إيه اللي بيحصل؟ أقول لكم شوية أسرار لما بتتحول الزوجة إن إن هي محافظة على البيت عشان الأولاد بتتسمى أم الأولاد وفي الغالب الزوج بيدور على زوجة امرأة أنثة وهو لما بتحول إلى أبو الأولاد الزوجة بيفضل عندها خواء عاطفي تبحث فيه عن الراجل اللي هو يحتويها وتحس إن هو مالي البيت ومالي عينيها يبقى الكلام ده ليه بقول لكم ما بيستمرش لأنه بينخر وبيفسد القلوب ولذلك أنا نصحت في الحالة اللي زي دي هو إيه؟ هو الذهاب لخبير تعالوا لنا على مركز الإرشاد الزواجي بدور الإفتاءة المصرية ونتكلم الحالة دي ما تستمرش والحالة دي لو استمرت أتخلي الأولاد يطلعوا عندهم مشاكل فيما يتعلق بالزواج وعشان كده بتسأليني إيه الأخيار أو بتسألني إيه الخيار الأحسن نذهب لخبير في الإرشاد الزواجي عشان نخرج من الحالة دي نعمل إيه؟ نستمر أو نحافظ على الأسرة ولكن إحنا محتاجين تدخل خبير وبسرعة